القاعة العربية في المنازل القاهرية تطورها وبعض الاستعمالات الجديدة اللي بادي تصميمها المنصر معماري حسن فتحي من ابحاث النادوة الدولية لتاريخ القاهرة مارس ابريل 1969 اقرأه عليكم عمر سليم ان الانسان في حاجة لا جدران وصقف يحيط بها نفسه لكي ينبط فيها كالحبة ولكن انه يحتاج ايضا الى تسعى المحيط وامتداد المجرة برغم من انه لا فائدة مباشرة تنتظر من المحيط او التكوينات الفلكية انتوان ديل سانت اكزوبيري منشأ فكرة تصميم القاعة تقع البلاد العربية في المنطقة الواقعة بين الخليج العربي وشواطئ المحيط الاطلسي بين خطايا عرض 10 و40 شمال المنطقة يغلب عليها الطابع الصحراوي لذا كونت الزهراء ثقافة الرجل العربي واهتماميه بالفلك والرياضيات والعلوم البحثة كما اثرت في عمارته وكم يصدق قول سانت اكزوبيري على الرجل العربي عندما تحضر واختار ان يستقر ويبني النفسه بيتا في المدينة فقد حمل معه حنينة ولا السماء فعمد الى ادخالها في مسكنه بعمل الصحنة الذي توسط الدار مقفلا تماما عن الخارج على مستوى الارض ومفتوحا على السماء وبذلك رابطة بين الفراغ المحسوس الذي منصنع الانسان والفراغ اللانهائي الذي منصنع الله وقد رمزة بالاربع جدران التي تحيط بالصحن للاربع مدى حاملات كوبة السماء جعلة من مسكنه كولان صغيرة مايكروكوزم وزيد على ذلك فانه عمد الى جذب السماء الى وسط الدار ماديا بان يعكسها على سطح الماء في الفسقية او حود الماء الذي توسط الصحن في كل الدور كعنصر ملازم من عناصر التصميم ان شكل هذه الفسقية في بداية التحضر عندما كان الرجل العربي اقرب للبداوة واقصرت السرب بالطبيعة كان يمثل اسقاطا هندسيا افقيا لكوبة على خناصر منظورة من الداخل الى اعلى كما نرى في منازل فسطات شكل واحد فاذا ما علمنا ان هذه الكوبة ترمز الى السماء فان في عمل الفسقية التي تنعكس عليها السماء الفعلية على شكل السماء الرمزية ما يأكد الفكرة الكوزومولوجية وان فكرة عكس السماء على سطح الماء قديمة حيث سبق الباب ليون العرب في عمل احواض مستديرة مقصمة الاحرف تملو الماء تملو بالماء تنعكس على سطحها ليلة النجوم والكواكب التي يراكبها الكاهي من مكان سابت مما يسهل معه ودراسة حركتها ان الرجل العربي اذا ما بدأ شاعريا بالتعبير عن حنينه الى السماء ودخلها في مسكنه عن طريق الرمز بوسط الصحن الى انه كان في نفس الوقت يحقق كثفا عمليا فسيولوجيا لحصول على الراحل الحرارية اذا ان صحن يعمل على تنظيم الحرارة وتلطيف الجو الداخلي للمنزل طوال النار اذا ما تحقق فيه بعض الشروط الفنية كما يتضح من البحث العلمي الذي اجراه دانيل دانهام عن المنازل ذات الصحن الداخلي حيستهبت درجة لحرارة الهواء الى ماكرو من 20 الى 40 درجة مقوية في الليل عنها في النهار وبذلك يترسب الهواء الرط بتوالى الليل في الصحن ويتصرب للحجرات المفتوحة عليه فيهرط بالجدران والاساس والارضيات ويعمل كمخزن للتبريد تستمر الفعالياته الى ساعة متاخرة من النهار والاستفادة من هذه الزهارة الطبيعية الاقصى الحدود والاستمتع بالاجواء اللطيفة في مختلف ساعات النهار ولتنظيم علاقة الانسان بالفراغ المقفل والخارج المفتوح ونصف المفتوح فقد نعمل تصميم جزء المعيشة والاستقبال مكونة من الصحن المفتوحة على جوانبه ايوانيات الجلوس المغطرة التي تعطينا الاحساس بالفراغ المقفل واحتمي فيها الانسان وقت الظهيرة تسبكها اللوجيات نصف مفتوحها للجلوس فيها في بعض ساعات الصباح والمسيات واتمثل فكرة تصميم هذه على اجل سوراء في منازل فسطات وصمارة وقصر الخيدر وكل بلاد شرق الاوسط وشمال افريقيا شكل اثنين وثلاثة القاعة مع استقرار الحياة الحضرية ومرور الزمن نجد انه حدث التطورات في عمارة المسكن وخاصة فيما يتعلق بجزء الاستقبال اذا نجد فكرة تصميم هذا الجزء في منازل فسطات تتحول الى فكرة تصميم القاعة بصورة الاستقبال التي بدأت تظهر من الوقت الفاطميين الذي تفز فيه بنفس فكرة التصميم القديمة مع تغنيت مع تغطية الصحن ودماجه في العمارة الداخلية والاستغناء عنالوجيات التي لم تعد لها وظيفة بعد ان غطصها حقا انه لم يمكس وقاعة واحدة باقية من عد الفاطميين هي قاعة الدرديري شكل 4-5 الى ان هناك شواهد عديدة يستدلمين على انها لم تكن وحيدة من نوعها اولا درجة تطور تصميم المعمار الذي لا يمكن ان ينبع من لا شيء والطلب مهارة لا تتأتى الا بتكرار التجربة وسانيا من دراسة الامثال التي اتت بعدها والتي تحمل نفس التشكيل وسالسا من تحليل اشكال قطع الارض التي بنيت داخل مدينة الكاهرة ومقرنتها باشكال قطع ارض البناء في الفسطات ورابعا من الاوصاف التي ادلب المؤرخون والرحالة مثل المقريزي والمباسون الفرنجة اثناء زيارتهم لخليفة العاطد اخر خلفاء الفاطميين من هذه الشواهد يمكن ان يقول ان فكرة تصميم القاعة كانت مطبقة بصفة عامة في كافة بيوت الكاهرة من وقت الفاطميين الى اخر العهد التركي عندما فرض الحكام من اجانب العمارة الاوروبية على البلاد وزالت فكرة تصميم المنزل العربي من المدينة لم تحتفظ القاعة بقى ناصر جزء الاستقبال في المنازل الاولى من الناحية الوظيفية فقط بل ومن الناحية الرمزية ايضا اذا احتفظت الدركاعة بصفة السحن المفتوح رغم تغطيتها وذلك بقى نعمل سقفها على شكل اسقاط هندسي الكوبة على خناصر ترمز الى الكوبة السماوية وعمل سقف هذا الجزء مرتفعا ارتفاعا كبيرا فوق منسوب اسقف الايوانيات وباقي المنزل من مزيد من الاحساس بالنحية الرمزية واحتفظ للدركاعة بالطابع الخارجي وقد قسيت اراضياتها بالفسفاء الرخامي وتتوسطها الفسقية بشكلها التقليدي المعروف وقد عملها منسوب ارضية الدركاعة او منسوب ارضيات الايوانيات بدرجة واحدة كما يعمل عادة في حالة السحن المفتوح لمنع تسرب مياه الامطار الى مكان الجلوس التغطى بسجاجين وكذلك تحديد المكان الذي يخلع فيه المرء نعلي عندما ينتقل من مكان المرور الدركاعة لمكان الجلوس اليوان او من الخارج الى الداخل لقد وصلت فكرة تصميم قاعة لارقة ومراحل تطور المعمار الفني حوالي قرن الرابع عشر وان قاعة محب الدين الشافعي الموقعي شكل ستة وسبعة المعروفة اليوم بقاعة كتخزة تعطينا مثلا من ارواح الامثلة التي زلت باقية لليوم ولا تحتفظت بسمية الامثلة الاولى التي كانت اقرب الى الروح البدوية المتعالية القوية وابعد من الصفة المادية التي بدأت تدخل في العمارة في العثور متأخرة ان الدركاعة مربعة الشكل بكامل عرض الحجرة وارتفع سقفها الى حوالي تساعتاشر متر ومكون من شخشيخة جوانبها مفتوحة بواسطة الشبابيك من الخرط السهريجي لتصريف الهواء الساخن الذي يصعد لاعلى وقد عكس هذه الكوبة في الفسكات التقليدية التي تتوسط الدركاعة بحيث يخيل الانسان الجالس باحد الايوانيات انه تحت مخمل ينظر للفراغ الخارجي الكبير بهذه الطريقة ادخل المعمار العربي السماء الى الداخل بواسطة الرمز والحس عن طريق التشكيل المعماري كما ادخل المدخرف الايواني الطبيعة الخارجية للداخل عن طريق الرسومات الزخرافية للتمثل الحضائق ومناظر الصيد في السجاجين وبهذا يمكن انه قائل ان المعمار العربي قد استأنس الطبيعة وخلق في قاعته فراغا داخليا خارجيا مع الاحتفاظ للداخل بحرمته وشروطه وتختلف هذه الطريقة التي استعملها المعمار العربي لادماج الداخل في الخارج اختلافا كليا عن الطريقة البدائية التي يتبعها المعمار الغربي الحديث بعمل الجدران الممنى من الخارج ان الداخل والخارج شئان مختلفين لكل منهما صفاته ومميزاته وطلباته من حيث توفير الانعكاف والانفتاح على الخارج وخاصة اذا كان المنزل في وسط المدينة في مواجهة مناس الاخرى لقد عرف بعض النقاط المعرف انها الفراغ المحدود بين الجدران وليستها الجدران وان في عمل الجدران الزجاج شفافة ما يجعل هذا الفراغ يهرب للخارج وتزول لعمارها وبالاضافة لذلك الخالط السازج او البداي في اصول العمارة بعمل الجدران الخارجية من الزجاج نأكد ان الزجاج يدخل من الحرارة ما يوازي الفين كيلو سعر في الساعة الى الداخل عندما يتعرض لاشعة الشمس بمحتاج الاثنين تن ساعة من التبريد وبالاضافة لدخال المعمار العربي تسعى الصحراء والسماء الى الداخل المسكن عن طريق الرمز المعماري فانه اكد ذلك عن طريق الزخرافة الداخلية ووسط الاشكال الزخرافية الهندسية ذات التكوينات التي تحتوي على تشكيلات تعطي تقسيمات متنهية في التواصل والتغير كلما حول الانسان تركيز نظره على مختلف هذه التكوينات كما ان المعمار العربي لم يضحي بالمكاس الانساني في عمراته مهما كبرت من قويس عناصرها كارتفاعة درقاعة الذي يبلغو 19 متر في قاعة كتخزة وكما حقق التوافق بين الكون الصغير والكون الكبير في طريق التصميم فراغ القاعة فانه حقق نفس هذا التوافق في معالجة سقل للسطح بطريقة عقرية تدل على وعي فني وامتلاك لنصية التعبير الفني في العمارة والزخرافة الداخلية فتقسم المعمار العربي هذا سطح الجدران الى قسمين افقيين وخاصة الجزء الاسفل منهما الى كل ما يرتبط بالانسان وتعلق بالمكاس البشري كالابواب والداخلات التي تستعمل للجلوس وتسمى كانجة الاخره وجمع بين كل هذه العناصر فيما يسمى وزراء بارتفاع مناسب لارتفاع الانسان واستخدم هذه الوزراء كقاعدة لباقي ارتفاع جدار لم يفصل معمار العربي نحية الانشاية في عمارة القاعة عن النحية المعمارية از انه لما كانت ارتفاعات القاعة شهيقة فقد احتاج الامر تقويتها الى حوائط ساندة واكتاف بارزة وقد اختار هذا المعماري ان نجمجها في تصميم عمارات الداخلية بان يجعل من الفراغات الوقع بين هذه الاكتاف اماكن للجلوس ودوليب مبنية في الجدران بخلاف المساند الطائرة جمع هو الحال في العمارة القطية وقد حرص المعمار العربي على عمل مستويات ارتفاعات الدرقاع واليوانيات والداخلات المختلفة بحيث تصبح القاعة وكأنها مدرجة اسمح لكل الجالسين برد بعضهم البعض الفتحات تقوم الفتحات الشبابيك والمناور وخلافه بثلاث وظائف ادخال النور والشمس وادخال الهواء والنظر للخارج وفي المناطق المعتدلة والباردة جمعة كل هذه الوظائف في الشباك العادي بينما طلب الامر الفصل بين هذه الوظائف في البيئة الحارة وهذا هو عين معاملها المعمار العربي كما سيرت ذكره في ميالي الإضاءة إن الإضاءة في القاعة العربية تأتي في الموظم من الشبابيك العالية الواقعة بقى للدرقاعة تحت السقف بما يعطي إضاءة لطيفة عندما يضطر الأمر إلى فتح الشبابيك في الوطي وكانت تملأ فتحتها بالمشربيات الضيقة في الأجزاء السفلية لتطليف النور والحجب بعمعان الخارج والواسعة في الأجزاء العلوية بما يسمى خارط سهريك لتعويض ما يفقد من نور بسبب ضيق الخارط في الوطي وهن هذه المشربيات تلطف من حدة الدوء دون أن تسبب مضايقة العين من واقع الشكل البرامج التي تتقوم منها ولا تعمل مستديرة المقطع مما يجعل أنه النور يسقط عليها في التدرج يمنع تضاد قاسي كما لو كانت مستديرة المقطع كما أن في تشكيل البرامج بحيث تحتوي على أجزاء بارزة في وسطها ما يجعل عين تمر من الواحد منها إلى الأخرى عبر الفاغة الواقع بينهما ويربط بينها بحيث يتصل لنسيجها لزخروفة لذي يظهر منه المنظر الخارجي وكأنه رسم على مخمن ومن الشيء أن نجد المهندس المعماري البرازيل المعاصر أسكار نيما يار يكتبس نفس النظام المشربية كما كانت تعمل في البيت الكهارية مثل منزل جمع الدين الدهبي في منزله الريفي بالبرازيل شكل 11-12 لزهر أن بعض العناصر المعمارية العربية التي يعتبرها المهندس المعماري العربي المعاصر قديمة وأركيولوجية قد أخذت مكان الشرف في عمارة مهندس أمريكي يعتبر من مهندس الطليع ومع الأشياء ده بفضل هذا المهندس في إدراك نحية الوظيفة المشربية إلا أنه يجب أن نذكر أمرا غابا عن هذا المهندس الحديث وهو أنه يجعل المشربية الحديثة زيت أخشاب مستديرة المقطع بدل من أن تكون مستديرة كما هي في النموذج الذي تبصى منه مما سيجعل تضغط بين الأخشاب والفتحات التي بينها حادة مؤسسية للعين التهوية أن حركة الهواء في الداخل تعتبر أساسية لتحقيق الروح الحرارية في البلاد الحر الجافة وتنشأت زي الحركة من اختلاف الدوت عيسي يسير الهواء من الضغط العالي إلى الوطي وهنا عملية التصعيد والإحلال لتحدث عندما تصعد الهواء الساخن ليحل محلها هواء بارد وقت استخدم المعمار العربي القديم هاتين الخاص هاتين في تهوية القاعة بعمل ملقف في الجهة البحرية من الأعلى قاعة لتلقف الرياح الشمالية الباردة واتفحها إلى داخل القاعة بالضغط بينما يخرج الهواء الساخن من الفتحات العالية بالدرقاء تحت سقفها الذي يعلو على باقي أسطح المنزل بعملين تصعيد بحيث تخلق طيارات هواء داخل القاعة حتى لو كان الهواء الخارجي ساكنا وأنه تحقيق التهوية بهذه الطريقة سمح المعمار العربي بأن يجعل القاعة في بعض الأمثلة وسط الحجرات دون أن تطلع الخارج من أسفل مما يحميها من الأشعاعات الخارجية ويزيد من تلطيف الجو بداخلها ولم يكن العرب أول من استخدام نظام الملاقف هذه حيث بقوم المصريون القدامى لعمل الملاقف كما نراهم مرسوما على جدران مجبرة ناب أمون من الأسرة التاسعة عشر كما كانت لمنازل العمارنا قاعات تحيط بها الحجرات وارتفح سقفها إلى أعلى من مأسوب باقي السقف وبقى فتحات لتصريف الهواء الساخن تماما كما هو الحال في القاعة العربية ولكن بدون الملاقف وردنا ذلك أن نتطور بعض العناصر المعمرية من النواحي الوظيفية والفنية يحتاج في بعض الأحيان إلى ألاف السنين كما حدث في موضوع الملاقف الذي أخذ التطور من وقت الأسرة التاسعة عشر الف تلتمائة وثلاثين قبل الميلاد إلى الف تلتمائة واربعين ميلادية لأصل إلى درجة الكمان التي توصل إليها في منزل محب الدين تطور القاعة القاهرية لقد مرت عمارة القاعة القاهرية بعد التحولات وتغيرات على مرة الزمن وشيئا فشيئا فقدت الكوة والرفع اللتين كانت تتحلى بما في الأمثلة الأولى عندما نشأت فكرة تسماء بتحويل النموذج الأصلي في بيوت الفسطات فقد كانت الدرجة في الأمثلة الأولى مربعة المسقط وبوسطها الفسقية ثم أن السقفة كان يرتفع كثيرا عن مصوب الإيوانيات وكانت الكبة الخشبية الرمزية شكل الخمستاشر تم لأفراغ الدرجة كلها مثل قاعة محب الدين الشافعي الف تلتمائة وخمسين ومن الأمثلة التي قاتت بعد ذلك نجد أن الرفع والعزة اللتين كانت تتميز بهم الدرجة قد ضحي بهم في سبيل الناحية المنفعية المادية فصغرة حجم الكوبة الرمزية بحيث أصبحت منورة نتوسط سقفها كما نراه في سقف الدرجة منزل جمال الديني دهبي شكل 16 سنة 1637 ولكن الدرجة نفسها احتفظت بالمسقط المربعة وعلى ذلك إن كمشت الدرجة وصبحت مستيلة دائقة العرض شكل 17 تفسح مكان اليوانيات كما هو في منزل السحيمي 1648 لأبل في 796 استخدام مبدأ تصميم القاعة كحل مشكلة المساكن الحضرية لزول الدخل المحدود إن جهود المهانسين العرب المسؤولين عن مشروعات المساكن لزول الدخل المحدود لم تأجد لليوم في إيجاد الحل الاقصاد الذي تتطفق تكاليفه مع المبالغ المحدودة التي ترصد في منزلينيات الحكومات وفي نفس الوقت تفي بالطلبات الحياة الكريمة للتوقف عليها الكرامة الإنسانية وإذا بدأ الحل مستحصيا فمذلك سوى لكون هؤلاء المهانسين يقتبسون من حلول البلد الغربية التي صارت في ميدان التصنيع ولا تعتمد على النظام النقدي اعتمادا كلها في الحصول على مستلزمات الحياة إذا بينما لم يصل التصنيع ولا تحول الاجتماع اقتصادي من العلاقات الأولية أو الوجه للعلاقات السنوية التي يجل الاعتماد فيها على التخصص المهني والتعامل بالنقض فيما يتعلق بميدان الإنشاء والبناء في ميجال العمارة والإنشاء شوطا كبيرا يكاد يكون كاملا وبهذا أصبحت حلول مشكلات التعمير الرخيص تقوم على أساس التصنيع السابق للوفر من البياد العاملة التي يعتمد عليها في البلاد العربية جلال لاعتمد ومن ناحية أخرى نجد أن جو البلاد الغربية من النوع المعتدل ويحتاج إلى التدفيع أكثر من التهوية ولا يحتاج إلى تشكيل خاص في الأمارة الداخلية لذا تعمل أسكفاتية بينما يحتاج الأمر إلى أعطاء الفراغ الداخلي تشكيلات خاصة وعمل فتحات على مناسيب مختلفة لإحداث طيارات هواية من وقع التصميم وأخيرا أزيلت الدرقاعة من وسط القاعة وأصبحت عبارة عن ممر ضيق في طرف القاعة من جهة المدخل مثل قاعة منزل أبو أصبع بباب الخلق قرن 19 شكل 18 إلى أن القاعة ظلت محتفظة طوال ذلك الوقت منصرين من فكرة تصميمها في الأول انخفاض منصوب أرضية الدرقاعة عن منصوب ليوانيات والثاني أن احتفظت بزخرفة أسكف الدرقاعة برسومات مساء السماء رمزل الصح استعمالات جديدة لمبدأ تصميم القاعة النقبر عقب تقف في سبيل نجاح مشروعات المساكن الريفية في كل باد النامية هي مشكلة السقف نظرا القونية يحتاج إلى مواد بناء تتحمل جود الشد والإنحناء كالخشب والخلصان المسلحة وهي من مواد الغالية السمن مما لينتجوا عامة الفلاحين والذيب شروقها بالنقد غير متوفر لديهم ولا لدي حكومات هذه البلد وللتغلب على زيل العقبة لجأ القدامة من بناة الشرق الأوسط إلى مبدأ إعطاء قوة تحمل الصقف بالشكل الهندسي بعمله مقببا ويبنى بالتوب الأخضر كما هو في الجدران ولكن إذا ما عمل صقف الحجرة على شكل كوبة لكان الأمر استدعي أن ترتكز على مسكة مربع وشكل غير مستحب لحجرات المعيشة بينما أن عمل الصقف على شكل كبو استواني يكون محدودا إذا ما استعمل الطوب الأخضر خاصة في المناطق راتبة إذن فإن الحل الذي يفرض نفسه في هذه الحالة هو تطبيق نظام القاعة بتقسيم الفراغ الداخلي للحجرة إلى درقاعة وإيوانيات بحيث يقسم هذا الفراغ إلى أجزاء يسهل تسكيف كل جزء منه على حدة مع الاحتفاظ بالإحساس بواحد للفراغ وأعطائه سبعة تعبيرية فنية في حكل 19 ومن تطبيق مبدأ تصميم القاعة بعمل درقاعة ترتفع بكامل ارتفاع المنزل وإيوانيات وطية ليعطينا الحل الأمثل من نحية المعملات التشكيلية والأوفق من نحية الوظيفية المساكن ذات المساحة المحدودة وكتستخدم القاعة مع هذا المبدأ في تصميم الوكالات والحنات التي تنقسم إلى وحدات أصغر كشوق على دورين بيسمى دوبليكس مثل الخانة الخليلة وبعض الوكالات الأخرى التي لم تزل قائمة في مدينة القاهرة وقد عملت عمليات تقييم علمية لتصميمات الشوق العادية والشوق التي على نظام القاعة كمستخدمت في هذه الخانات والوكالات توضحت منها بطريق قاطعة تتسند الارقام الحسابية المزايا الكبيرة لوحدات القاعات التي يتفوق بها على الشوق العادية التي تعمل أسقف على نفس المساكن وذلك من حال من كافة النواحة الاقتصادية من حيث الوفر في مقعب المباني بالنسبة للمساحة المشغولة أو في سطح الأرض بالنسبة للمساحة المشغولة ومن نحية الوظيفية من حيث تحقيق استفاء شروط تهوية الصحية من حيث منقفات الهواء وخلق الطائرات التي تتحقق تلطيفا بدون الحاجة لآلات تكييف الهواء ومن نحية الجمالية الفنية من حيث إحساس الإنسان بالفراغ نظام تصميم القاعة للشوق السكنية في العمارات الحديثة إن العمارات السكنية التجارية أخذت في الحلول محل بيوت العائلات الخاصة في الكاهرة في موظم البلد الشرقية وما زي العمارات التجارية في الحقيقة سواء خالات أو وكالات منطورة حيث تسكن بالإيجار بصرف النظر على مدة الإقامة وقد تغط فكرة تصميم القاعة على تصميم الشوق الكبيرة والمتكررة بالجاح كبير من حيث توفير كل الميزات السالف لإشارة لها شكل واحد وشين حقا إن فكرة تصميم القاعة بدخل البعد السالس في التصميم تحقق لنا إمكانيات لم يكن بالإمكان الحصول عليها إذا ما اكتصر التصميم على بعدين كما هو في التصميمات العادية السارية اليوم وأن تحليل العلمي من الناصر عديدة أخرى في العمارة العربية سيرينة أن كثيرا من الحلوى القديمة لم تزل فعلياته صالحة اليوم كما كانت في الأمس بل وأن من هذه الحلول ما يعتبر من فن الطريعة المستقبل وأن السلاسة وحصن الزوق لا يركو إليه أي شك والمعرفة التي كانت من صفات نتاج رائح المعمارين القدامة لم تكن تأتى لو لم تكن هناك تقاليد سابتة حررتهم من الانشغال بالتفاصيل العديدة التي على المعمار مراعاتها وصرت له من نظرة تكاملية الواجب توفرها في عمليات الخلق والابتكار ومن الأسف أن أجد المعمار الحديث من نظراته التحلية محرومة من أزيل المزاد بين غماسه في التفاصيل ومما الشك فيه أنه بالنظرة العلمية يمكن سد الفراغ الذي يفصل بين الاركيولوجيا والفن العائش ويمكن أن نزيد من غنك الأيهمة بما يساعد على التطور الثقافة والفكر الإنساني رابط تحميل الكتاب أسفل الفيديو تحميل الكتاب أسفل الفيديو تحميل الكتاب أسفل الفيديو